طيب يعني لو اتكلمنا قلنا ان المشهد ده مين الرابح اللي فيه ومين الخاسر اللي فيه فهنقدر نقول ان المشهد ده الرابح اللي فيه النظام السياسي الحالي والمعارضة بنفس الدرجة ممكن يكون من وجهة نظري المعارضة اكتر كمان ماشي؟ مين الخاسر اللي فيه جماعة الاخوان المسلمين؟ جماعة الاخوان الارهابية الخائنة هي اكثر الخاسرين من هذا المشهد يعني انا اعتقد ان هما يعني مناموش ليلة سعيدة خالص هذا اليوم ان كل هذا التجمع يجمع على ان الاخوان خارج المشهد السياسي وخارج المشهد الشعبي وكل هذا التجمع يجتمع بدون هذه الجماعة الارهابية الخائنة هذا الخاسر اللي اصبح منبوزا بشكل ده فاللول اكثر الخسريني الاكثر الرابحين زي ما قلت لك النظام اللي قدر بكفاءة وبإدارة وبأمور كثيرة جدا يحظى بثقة كل هذه الفصائل ويجمعها ويقول لهم تعالوا في حوار وطني في ظل يعني ظروف عادية وليست ظروف استثنائية المعارضة كذبانة ان هي بتتواجد وبتساهم وبتعبر عن نفسها وطلعت في كل الدنيا قالوا اللي هم عايزينه بأقصى درجات الشفافية والصراحة الشفافية والصراحة والجرأة وكل حاجة وكمان اتنفذت له مطالب ممن طالبوا به مش على مدى الأشهر اللي فاتي فأكيد هم